يتي هذا فيما استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في تجدد للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا وجباليا البلد أيضا شمال قطاع غزة وقالت مصادر طبية فلسطينية إن شهداء وعددا من القرحة وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهية جراء قصف الاحتلال لمنازل المواطنين في مخيم جباليا تزامنا قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال حاصرت واقتحمت مراكز الإيواء وأكبرت مئات النازحين إلى التوجه لغرب مدينة غزة